مثل ما قلت فيه طريقين إما طريق المسيح أو طريق الهلاك إما الحياة الأبدية أو الهلاك الأبدية فالامتحان أحباء ليس مجرد كلام أو اصطلاحات دينية من استخدمها اليوم حتى كمسيحيين يا رب يا رب أو حتى حفظ الآيات ما أكثر الناس اللي حافظ الآيات الاختبار الحقيقي هو أن تختبر الولادة الروحية من فوق وأنه يكون عندك روح الله يقويك ويعرفك من هو الله أن تفعل مشيئته وأن تطيع كلامه الحياة المسيحية مؤسسة على الصخر وهذا عن طريق الولادة الروحية الميلاد الجديد تتوج المسيح ربا وتقبله مخلصا على حياتك عندها تنال التبرير فالله يستر عيوبك وخطياتك وينظر إليك من خلال بر المسيح المكتوب عنه وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ثم أحبائي أقبل عطية الروح القدس أدرك إنه خطيات مغفورة صار عندي التصاق بالاتحاد بالمسيح والغاية أحبائي أن نكون مشابهين صورة يسوع المسيح ثم وصائط النعمة أن نقرأ بكلمة الله الكتاب المقدس أن نصلي بشكل يومي أن ندخل إلى محضر الله أن نمارس الأعمال الصالحة أن نشهد عن يسوع المسيح وأنه نعيش حياة التوبة والإيمان وأنه إحنا أولاد الله نعكس عمل يسوع المسيح في حياتنا فالسؤال أحبائي على ماذا تبني حياتك وأختتم بعض الآيات أحبائي من رسالة يهودة هي يعني إصحاح واحد خليني أقرأ من آية آية عشرين وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس على ماذا تبني حياتك خلينا أقول لك بكل صراحة إذا بنيت حياتك على صخر الدهور ربنا يسوع المسيح إليك حياة أبدية إذا رفضت يسوع المسيح سوف تواجهه كديان والهلاك الأبدي اختر الحياة اشتركوا في القناة